جايب لك النهاردة موقع اسطوري ووكيل ذكاء اصطناعي يساعدك في شغلك سواء كون وصمم جرافيك او منتاج او منشئ محتوى او فريلانس واجمل حاجة في الموقع انه مقدم لك عرض تقدر تستخدم نانو بانانا برو مجانة ومش كده وبس الموقع بيديك كريدت لو انت سجلت حساب لأول مرة وبعد كده بيديك خمسة كريدت يوميا تقدر تستخدمهم بشكل مجان الموقع ساعدني في انشاء محتوى منتشر جدا على انستجرام قدرت اعمل صور احترافية وحولها المشاهد ده غير ان الموقع فيه خاصية انسبريشن ودي بيكون فيها اوالب جهزة لترندات مشهورة جدا تقدر تعمل بيها فيديوهات او صور بضغطة زر واحدة بس لو مهتمة تحترف شغلك دوس لايك واشترك في القناة ويلا بينا نعمل محتوانة باستخدام موقع انسماين اول حاجة هنعملها هندخل على موقع انسماين ده هسيب لك الرابط الخاص بيه في وصف الفيديو وبعد كده هنروح نسجل حساب في الموقع هنضغط على اللوج ان هنختار الايميل الخاص بينا مجرد ما نسجل حساب في الموقع هيحولنا على الصفحة الرئيسية وهيدينا خمسة كريدت ممكن تتجدد معاك يوميا بالاضافة ان انت ممكن تحصل على هدايا في الكريدت لو اتفرجت على اعلانات فالصفحة الرئيسية هيزهر معنا المستطيل ده لو ضغطنا على كلمة ايجان هيزهر لنا هنا الامج والفيديو لو ضغطنا على الامج هنقدر من الستايل ان احنا نختار الستايل اللي احنا عايزين نستخدمه لو ضغطت على استايل هيجيب لك كل الستايلات المتاح في الموقع من ضمنها نانو بانانا برو وهنا هنختار الابعاد اللي احنا عايزين نشتغل عليها هتلاقي كل الابعاد متوفرة هنا تقدر تستخدمها هنيجي هنا في المستطيل ده هنضيف البرومت اللي احنا عايزين نحوله لصورة وما تقلقش انا مجهز لك برومت وههعرفك ازاي تتعامل معاك ده البرومت اللي انا هشتغل عليه وهسيبه لك في وصف الفيديو ممكن ان انت لو حابب تغير نوع الدودة او نوع الحيوان اللي انت هتستخدمه تغير هنا كلمة ورم باي حاجة تانية يعني لو عايز ارنم اكتب رابيت لو عايز قطة اكتب كاد او انك ممكن تكتب البرومت كل ده على بعضه وتضيفه لشاجي بيتي وشاجي بيتي هيعملك البرومت اللي انت عايزها باسامي الحيوانات المطلوب وده اللي انا عملته بالفعل خليت شاجي بيتي يكتب لك كل البرومت بالشكل ده بعد كده هروح اخد كل البرومت انا عايز احوله لصورة هعدده بالشكل ده واضغط عليه كليك كيمين كوبي وهتوجه تاني لموقع انس ماين هاجف المستطيل ده وهضيف البرومت بتاع انطريق الضغط على كليك كيمين واضغط على بيست هيضيف البرومت بالشكل ده مهم جدا اختار البعد المناسب البعد اللي انا محتاجه هنا 916 وده البعد المناسب لانستجرام وبعد كده هضغط على ارسال ابتدى دلوقتي الموقع انه هو يعمل الصورة الخاصة بها بالشكل ده ودي كانت النتيجة عملي هنا بنانو بنانا برو تصميم احترافي فلوفي بالشكل اللطيف اللي احنا شايفينه ده صورة جميلة جدا نقدر نعدل عليها لو احنا عايزين او نقدر نحملها لو هي كويسة هنضغط على علامة دون لود وهنحمل الصورة لو ضغطنا على دون لود بنفس الطريقة هنكمل باقي الصور بس المرة دي هنيجي نكتب البرومت هنا يعني مثلا هروح هنا اجيب البرومت التاني هضغط عليه كليكي مين كوبي وهرجع تاني لموقع انس مايند وهاجي هنا هضيف البرومت التاني واختار البعد المناسب واضغط عليها ارسال هيبدأ ان هو ينفز لي الصورة التانية بالشكل ده عملي هنا برضو الصورة بالشكل ده برضو هضغط على دون لود واحمل الصورة بالفعل هنا قدرت اعمل عدد ممتاز من الصور الاحترافية اللي هتكون مناسبة جدا للفيديوهات بتاعتي والجميل بقى انا لحد دلوقتي ما استهلقتش من الموقع ولا كريديت والخطوة الجاية هي ان احنا زي هنحول الصور دي للفيديوهات ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي قبل ما نعمل الفيديوهات كنت عايز اعرفك على حاجة مهمة وهي ان احنا لو رجعنا تاني للصفحة الرئاسية لنانو بانانا برو هنقدر ان احنا نضيف صورة ونعدل عليها لو جيت مسلا ضغط على علامة الزائد دي اخترت اي صورة من عندي هكتب هنا الوصف اللي انا عايزة انفزه على الصورة وضغطت على ارسال هيعمل لي صورة وهيحافظ على تفاصيل الشخصية الاساسية بتاعتي بالشكل ده بالفعل هنا عمل لي الصورة بشكل مختلف وضاف لي هنا التفاحة والقلب وعمل لي نفس الشخصية اللي انا طلبتها ودي ميزة كوية جدا في نانو بانانا ان هو يقدر يحافظ لك على الثبات الشخصية لقدر نحمل الصورة بنفس الطريقة الجميل في موقع انسمايند ان هو كواكيل زكاية اصطناعة بيقدم لك كل الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في انشاء المحتوى فلو دخلنا هنا على AI Tools هيظهر لنا ادوات كتيرة جدا من ضمنها AI Video احنا محتاجين نحول الصور الى Video او النص الى Video هنختار هنا Image to Video وبعد كده نختار الصورة اللي احنا عايزين نحاولها لفيديو ونضيفها عن طريق ضغط على Open هتم اضافة الصورة بالشكل ده وهنيجي هنا نضيف اي برومت احنا عايزينه عشان نحرك الصورة بتاعت ممكن نضيف نفس البرومت او تعمل اي برومت انت عايزه وبنجي هنا بنختار الموديل اللي احنا عايزين نستخدمه ممكن نختار هنا موديل زي الصورة 2 كمان موجود عندنا وال وال وكمان عندنا الصورة 2 تعالوا نجرب الصورة 2 اللي هنستخدمه بشكل مجاني وبعد كده نضغط على هيبدأ دلوقتي يعمل للفيديو بالشكل ده بالفعل هنا موقع عملي اول فيديو باستخدام موديل الصورة ولكن عملهولي بشكل عريض زي ما احنا شايفين وعملهولي بالشكل ده بس لما استخدمت جوجل بيو ستري وضيفت فيديو تاني عملي برضو فيديو ولكن عملهولي بالشكل ده لكن لما استخدمت عملي الفيديو بالشكل ده وحافظ على اطار الفيديو بالشكل ده بالاضافة كمان هو عملي موسيقى للخلفية بصراحة الفيديو جميل جدا فيه برضو خاصية جميلة جدا في الفيو ستري وان وهي الفيرست فريم والإندي فريم وده انا ضفت فيها الصورة الاولى وهنا في الإندي فريم ضفت الصورة الاخيرة بحيث ان هو هيعمل لي الفيديو ويبدأ بالصورة دي وينتهي بالصورة دي ودي كانت النتيجة بتاعتنا بصراحة نتيجة جميلة جدا وحافظ كمان على البعد الخاص بالصورة بتاعتنا نقدر نحامل كل الفيديوهات لو ضغطنا على دون لود منها مش بس ممكن نعمل الفيديوهات بالطريقة دي كمان فيه خاصية اسمها موجودة في موقع وده بيوفر لك افكتات جاهزة تقدر تعمل من خلالها فيديوهات احترافية بضغطة واحدة بس ممكن تعمل فيديوهات فيديوهات ألانية بأي حاجة انت عايز مثلا عندنا حاجة شبه دي لو ديجيت وقفت عليها هضغط على حاجة اسمها اول ما اضغط عليها هيفتح معايا هنا الوجه دي ده واصبحت اعلان للمنتج بالشكل ده نقدر نعملها لو جينا هنا ضغطنا على العلامة دي هنحمل من عندنا هنا صورة قطة مسلا والياكن دي او اي حيوان تاني ونضغط على وهنيجي هنا نحط صورة المنتج بتاعنا نضغط عليها بالشكل ده اختار المنتج بتاعنا ونضغط على وبعد كده هضغط على هيبدأ ان هو ينفز لي الصورة بتاعتي بالشكل ده بالفعل هنا قدر ان هو يستخدم الصورتين ويدمجهم على بعض وعمل زي ما احنا شايفين صورة احترافية جدا القطة بتاعتنا وماسكة هنا الاكل بتاعها بالشكل ده نقدر نحامل الصورة لو ضغطنا على دولود الترا اتش دي وطبعا طالما عندنا صورة يبقى نقدر نحاولها للفيديو بنفس الطريقة اللي احنا استخدمناها مش بس صورت احنا كمان عندنا هنا فيديوهات جاهزة ممكن نعمل بيها اعلانات زي مثلا هنا اعلان البرفيم لو جيت هنا ضغطت على واحد زي ده هيتلب منك صورة المنتج هنختارها بالشكل ده جاهزة ممكن نستخدمها زي مثلا الفيديو ادز لو روحنا هنا مثلا شفنا حاجة مناسبة هنختار مثلا دي بعد كده نضغط على هيبدأ ان هو ينفذ لنا المنتج بتاعنا بنفس الطريقة بالفعل هنا عمل لنا هنا الفيديو بالشكل الاحترافي ده للمنتج اللي احنا دفناوله نقدر نحامله لو ضغطنا على دولود وطبعا عندنا هنا فيه افكتات كتيرة موجودة وكمان هنلاقي حاجات خاصة باحتفالات رأس السنة ممكن تختار اي افكت انت عايزه وتنفذه لو ضفت الصورة المناسبة وبكده انا وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفاعتم الفيديو هسيب لكم رابط الموقع في وصف الفيديو ويا ريت لو عجبك الفيديو تدس لايك وتسيب لي رايك في تعليق ولو انت مشترك في القناة اشترك دلوقت وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة وفي النهاية سلام عليكم